نكمل الحر الليل من الأردن بعد أيام من إضرابات متفرقة نظمها سائقوش شاحنات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود قتل ضابط شرطة في محافظة معان وأصيب اثنان آخران أثناء محاولة فضي تظاهرات فيما رفضت الحكومة تخفيض أسعار الوقود هل يعتبر مقتل الضابط منعطفا في مجريات الأحداث التي يشهدها الأردن وكيف سيكون رد فعل الحكومة الأردنية إزاء هذا التطور ودخول السلاح على خط الاحتجاجات هذا الأمر لن يسمح به بعد اليوم المناطق التي تشهد مثل هذه الأعمال ستشهد تواجد أمني كثير وكثيف ويتم الاستخدام القوة المناسبة لمنع مثل هذه الخروج على القانون هكذا توعد وزير الداخلية الأردني من يحاول إخراج الإضرابات والوقفات الاحتجاجية عن طابعها السلمية الوزير الأردني وعد أيضا بالاستمرار في البحث عن قاتل نائب مدير شرطة معان كما تحدث مدير الأمن العام عبدالله المعايطة عن إصابة تسعة وأربعين رجل أمن في أعمال الشغب التي اندلعت احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود يجب أن لا يختلط حرية التعبير بالعنف يجب على الأخوان اللي بدوا يعبر سلميني أن يبتعد على المناطق التي تشمل عنف أجهزة الأمن تسعى لضبط القاتل اليوم قبل بكرة كل الأجهزة الفنية والاستخبارية والعملياتية التي تقع تحت قدرة الأمن العام ستستخدم في هذا الواجب ووسط أجواء مشحونة بالغضب والحزن شيع أهالي محافظة جرى الشمال الأردن نائب مدير شرطة معان الذي قالت السلطات إنه قتل على يد خارجين عن القانون أبناء العشرة أمهل الحكومة ثلاثة أيام ونصف للكشف عن الجنات وفق العادات العشائرية أعطينا ثلاث أيام وثلث اللي هن جيرا للجهاز الأمن العام أعطيناه للدول أعطيناه للشعب باسم بني حسن عامة إذا ما بدهم يصلوا إليه وهم قادرين يصلوا إحنا إن شاء الله راح نطوله نعرف كيف نطوله إذا لم تحل الحكومة لن تنتهي المشكلة الآن لو الحكومة استجابت لمطالب الشعب المشكلة لا تنتهي لأن الآن أسهيل دم وتشهد محافظة معان تعزيزات أمنية وحالة هدوء نسبية بعد مواجهات ليلية بين محتجين ورجال الأمن أسفرت عن إصابة عنصري أمن بجروح ومقتل نائب مدير الشرطة هنا دفن نائب مدير شرطة معان بعد مقتله في المدينة إثر احتجاجات ليلية أول ضحية من ضحايا إضراب الديزل في الأردن وسط حالة من الاستياء والحزن الشعبي والمطالبة بملاحقة مرتكبيها حيدر العبدالي الحرة من محافظة جرى الشمال الأردن ينضم إلينا من عمان عضو مجلسي العيان السابق دكتور طلال شروفات وأيضا النائب في البرلمان الأردني ناجح العدوان أهلا ومرحبا بكم ما أبدأ معك دكتور طلال بدأت الأحداث بإضرابات من قبل سائقي الشاحنات وصلت إلى مقتل ضابط الشرطة بالإضافة إلى إصابة عدد من الأفراد الشرطة الآخرين ما الذي أوصل الأمور إلى هذه النقطة؟ يا ستي أولا لا يوجد ما يمنع من التعبير عن الرأي في كافة المسألة المتعلقة بشؤون الحياة اليومية القانون الأردني يسمح لكافة الفعاليات بالتعبير وهذا حق كفره الدستور بالتأكيد أن هذه المسألة نتجة عن اعتراض مجموعة من أصحاب الشاحنات على أسعار الوقود منذ اللحظة الأولى أعتقد أن الحكومة استجابت جلست مع هؤلاء وحددوا مطالبهم واستجابت الحكومة للكثير من هذه المطالب لكن تبين فيما بعد أن هؤلاء غير ملتزمين بقرار النقابة التي تمثلهم ولذلك استمر الأمر بهذا الشأن وتطورت الأمور إلى درجة من عملية توقيف عملية الشحن بأكمله وهذا السبب أضرارا كثيرة للقطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء ولكن هذا الأمر بقيت الدولة بأجهزتها المختلفة على حالة من الحلم والانتظار إلى حين أن حدث البارحة ما لم يألفه ويأنفه المجتمع الأردني وهو الاعتداء على حرمة الدم الأردني الذي لم يعتاد عليه الأردنيين منذ تأشيس الدولة وحتى يومنا هذا أن نقبل أن تأتي حواراتنا بهذه الطريقة البشعة نعم مقتل الضابط الأردني هل يعتبر نقطة تحول في هذه الاحتجاجات؟ بالتأكيد نقطة تحول من أن الدولة أصبحت ستطبق مبدأ سيادة القانون بكل حزم كانت سابقا تتجاوز كثير من هذه المسائل تحت عنوين الحلم واحتمال الناس الآن الدولة ستعمل على الحوار وأيضا تكريس مبدأ سيادة القانون جنبا إلى جنب بمعنى أنه لا يجوز أن يحدث ما حدث وإذا بقيت الدولة فهي مسالة أمام البرلمان بحماية الدم الأردني سواء كان الأجهزة الأمنية أو للمواطنين ولذلك الدولة مسؤوليتها الدستورية والحكومة بالتأكيد مسؤولية الدستورية هي حفاظ على الأمن الوطني بكل أركانه سواء كان يتعلق بالمواطنين أو يتعلق أيضا بأجهزة الدولة نعم ولكن إذا عدنا الآن مرة أخرى إلى هذه الاحتجاجات وهذه المطالب التي كان يرفعها سائقو الشاحنات بما فيها عدم قبولهم برفع أسعار الوقود الحكومة كما تقول حضرتك قامت بتقديم بعض النقاط الإيجابية كما يصفها الكثيرون ولكن أين هي الثغرة؟ لماذا لم تكن كافية؟ يا ستي المسألة مرتبطة بمسألتين الأول قدرة الحكومة على التقديم الحكومة هي قدمت ما تستطيع تقديمه هو الأردن ينوء تحت ضغط اقتصادي هائل الأردن لديه عجز في الموازن يتجاوز الملياري دينار الأردن قليل الموارد ولديه شح الإمكانات ولذلك لا يستطيع أن يلبي كافة الاحتياجات هذا من جهة أخرى أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من الحوار ولذلك أنا أعتقد أن المقتل للضابط الأردني البارح الشهيد عبد الرزاق يعني الدلبيح انعكس يعني واحد الأردنيين تحت مفهوم واحد وهو أنه لا يجوز الاعتداء على حرمة الدم الأردني ولذلك شاهد الأردن اليوم هدوءا كبيرا وفي زيارة جلالة الملك إلى أهل الشهيد أكد أن الأردن لن يقبل أن يتم النيل من الأجهزة الأمنية ولذلك لن يهدأ لكل الأردنيين بال إلى حين أن تطاله يد العدالة ويقدم إلى القضاء وينال جزائه العادل نعم المشاركون في الاحتجاجات كانوا يقولون أن الحكومة فضلت ميزانية الدولة على احتياجاتهم يقولون أنها رفعت أسعار الوقود 16 مرة خلال عامين فقط هل كان بالإمكان أكثر مما كان بالنسبة لأسعار الوقود ولتحقيق مطالبهم بعدم رفع أسعارها الحكومة أي حكومة في الدنيا ليس لها مصلحة في إزعاج القطاعات ولذلك دعيني أذكر أن عملية أحيانا رفع جور الشحن ستنعكس على المواطن المواطن هو الذي سيدفع بالتأكيد الدولة لديها موارد وهذه الإرادات يجب تشكل حوالي 65% منها يعني رواتب والمتقاعدين والعاملين ولذلك لا تستطيع الدولة أن يكون لديها عجز أكثر من ذلك الموازنة الحالية فيها عجز 2 مليار دينار وبالتالي إذا أضافت مبالغ أخرى لدعم المحروقات سيؤدي ذلك إلى تفاقم الدين العام وبالتالي سيؤثر على مفصلية الاقتصاد الأردني لا يجوز ترحيل الأزمات إلى الأمام مبدأ الاعتماد على الذات تحاول الدولة برمتها حكومة وبرلمان أن تشتهد بخصوصه بمعنى أنها تحاول قدر الإمكان أن تعتمد على الذات بحيث أنها تستطيع أن تخرج من الأزمة الاقتصادية التي خلفتها أزمة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية وما إلى ذلك من أحداث في منطقة يكون الأردن فيها في منطقة ملتهبة وهو واحد أمن وأستقرار فيها المنطقة نعم دكتور طلال سائقو الشاحنات يقولون هم ليسوا مضربين عن العمل هم غير قادرين أصلا عن العمل ونحن نفهم كل هذه الظروف التي يعيشها العالم وتأثير الحرب على أوكرانيا وما له من تأثير على الطاقة ولكن هؤلاء أيضا لهم مطالب يا ستي هذه المطالب تم الاستجابة لها في حدود قدرات الحكومة وفي حدود مسؤوليتها الدستورية أمام كافة القطاعات تم زيادة أجرة النقل من معان إلى العقبة ومن باقي المناطق إلى العقبة بما يتوائم مع مسألة التوازن ما بين التاجر وما يعني الطرف ليس هناك طرفين فقط ما بين الشاحنات والحكومة هناك أيضا طرف ثالث وهو المواطن الذي سينعكس عليه رفع تلك الأجور فيما يتعلق بالمحروقات أعتقد أن هناك وعد من الحكومة أنه في نهاية الشهر عندما يتم مراجعة أسعار المحروقات سيتم تخفيض سعر الكازوة وإلى حد ما ربما الديزل إذا استطاع مجلس النواب أن يجري بعض المناقلات التي من الممكن أن تؤدي إلى توفير بعض الدعم ولكن إن لم تكن هناك مساعدات خارجية أو لم يتعزز الاستثمار وتعزز الإرادات ليس بوسع الحكومة أن تقدم أكثر من طاقتها في هذا الإطار وكما قال وزير الداخلية اليوم في متمره الصحفي نحن لسنا لا نريد ولكننا لا نستطيع وما بين لا نريد ولا نستطيع مسافة كبيرة يجب أن يقدر كافة القطاعات سواء المواطن أو الحكومة حجم الإمكانية التي يمكن أن تقوم بها الدولة الأردنية والتي هي الآن تعيش تحت وطأة الكثير من الضغوط الاقتصادية وهناك إصلاحات اقتصادية كبيرة ربما ستؤدي إلى انتعاش بعض الأوضاع الاقتصادية ولكن هذا يحتاج مزيد من الوقت نعم ومن خلال ما قاله أيضا اليوم وزير الداخلية الأردني عبر طبعا عن غضبه مما حدث لضابط عبد الرزاق دلبيح ولكن أيضا تحدث عن حلول أمنية ما الذي سوف يسود في الفترة القادمة برأيك الحلول الأمنية تصعيد في هذه الحلول أو يمكن أن يكون هناك اتجاه أكبر نحو الحلول المعيشية الحلول الأمنية هي تسير جنبا إلى جنب مع الحلول السياسية نحن نقول أن كافة القطاعات وكافة الأذن لا يجوز لهم أن يغادروا الطاولة إلى مساحات العنف ولذلك عندما نقول عن حلول أمنية نقول تطبيق مبدأ سيادة القانون الذي أكد عليه الدستور والقوانين المرعية بمعنى أنه لا يجوز أن يكون هناك تجاوز على حقوق وحريات الآخرين أو على أملاكهم وعلى ممتلكاتهم أو الممتلكات العامة لذلك أنا أقول أن الاحتجاج هو حق طبيعي وحق قانوني إذا لم يصل إلى درجة العنف والتدخل الأمني كان واضحا عندما كان هناك عنف ولذلك الأيام القادمة أنا بتصوري أن لن يكون هناك أي مساحات للعنف أن الصدمة التي هزت المجتمع الأردني ليلة البارحة كانت كبيرة جدا وهناك ألفة اجتماعية لا تقبل أن يصل الأمر إلى مرحلة إراقة الدم الأردني وحق الدم الأردني هي مسؤولية ووطنية في كل الدولة الأردنية التي يقودها جلالة المجتمع بعد أن تم امتصاص الصدمة الأولى وحضرتك تحدثت دكتور طلال عن أن الأوضاع كانت هادئة اليوم في الأردن بعد هذا المشهد الذي تابعناه أمس برأيك ما تأثير كل ذلك على عمل الحكومة وهل هي قادرة بالفعل على أن تمضي فيما تم الحديث عنه من إمكانية لحل بعض هذه النقاط الشائكة الحكومة لو أرادت شراء الشعبية وشراء رضا القطاعات المحتجة كان بإمكانها أن ترحل الأزمة إلى الأمام ولكن الحكومة انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية لا تقبل أن تصل إلى هذه المرحلة وتضع الوطن ببرمته أمام مأزق اقتصادي في الأشهر أو في السنة القادمة ولذلك أرادت الحكومة أن تكون صريحة وأنا في هذا لا أدافع عن الحكومة ولكن أدافع عن الواقع الوطني الذي يجب أن يفهمه الجميع سوى أن تعلق الأمر بالحكومة أو تعلق الأمر بالمواطنين لذلك الحكومة من مصلحتها أن تقدم حلول وأن تقترض زيادة ولكن هذا الأمر سيؤثر على الأمن الوطني الأردني في الجانب الاقتصادي وسيؤدي إلى أن نعود خطوات إلى الخلف في ظل محاولة حثيثة من الدولة الأردنية بتحديث المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادي والإداري وهذا يحتاج إلى قرارات جريئة ولكن أنا في ظني يمكن أن تتخذ قرارات جريئة أو الأسبوع القادم نعم يمكن أن نشهد قرارات جريئة أنا بتقديري أن الأسبوع القادم سيكون في حدود المتاح سيتم اتخاذ قرارات لأن هناك إدراك حقيقي ونحن نعي كمان الضغط الذي يتعرض له المواطن وكافة القطاعات وحالة وارتفاع منظومة الفقر والبطالة التي ربما أصبحت ثقيلة الظل على المواطن الأردني ولكن في حدود الممكن من الواجب على الحكومة وغيرها يجب أن يكون هناك تعاون ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية للتخفيف على المواطن في حدود المتاح والممكن والمستطاع في الحد الأعلى وليس فيه الحد الأدنى ولكن دون أن يؤثر ذلك على كما قلت على استقرارنا الاقتصادي وعلى أيضا قدرتنا على إبقاء التصنيف الاعتماني للاقتصاد الأردني في مقارنة مع الاقتصاد العالمي وفي علاقتنا مع صندوق النقد الدولي في هذه المساحات أنا أعتقد أن الحكومة معنية باتخاذ قرارات في هذا الشأن وأجهزة الدولة بكافة عنوينها تعمل على هذا الاتجاه لأنه كما قلنا أن الهم واحد سواء تعلق الأمر بالمواطن أو في الأجهزة الأمنية أو كافة مؤسسات الدولة من عمان عضو مجلس الأعيان السابق دكتور طلال الشرفات شكرا جزيلا لك أيضا كان يفترض أن يكون معنا النائب في البرلمان الأردني ناجح العدوان بكل أحوال لم يتم ذلك من المصدر وكننا نريد أن نقدم وجهات نظر متعددة حول هذه القضية ترجمة نانسي قنقر